التقى الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي بالفريق الركن محسن محمد حسين الدعر وزير دفاع جمهورية اليمن والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث اجريت له مرس مستقبال رسمية بمقر الامانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت المسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل البلدين واكد القائد العام للقوات المسلحة على الاعتزاز بالعلاقات الراسخة مع الجمهورية اليمنية الشقيقة وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة اواصل التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية من جانبه اشاد وزير دفاع جمهورية اليمن بدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الاقليمي والدولي وتحقيق الامن والاستقرار بمنطقة الشرق الاوسط حضر اللقاء الفريق اسامة عسكر رئيس اركاني حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة لكل البلدين